خلال الزيارة التي ستقوده غداً الخميس إلى فرنسا من أجل حضور أشغال اللجنة الحكومية الجزائرية الفرنسية المختلطة سيجتمع الوزير الأول أحمد أويحيا بأكثر من ثمانين رجل أعمال جزائرية لديهم استثمارات متنوعة على الأراضي الفرنسية لبحث كيفية الاستفادة من القوة الاقتصادية التي يمثلها المهاجرون الجزائريون من أصحاب المال مدعاً لأننا نقوم مع 90-85 شخص آخر دقاء وضع دقاء وضعة دقاء وضع دقاء أصحباً لتقال مدعاً للمتقال في هذا المدع المطاقل مدعاً للمتقال الزيارة الأسفرال جزائرية في المقال الأرجع لهم أن نسفران لكي يصدر الوبي كما في كل مدينة العالم تحويلات المهاجرين الجزائريين لا تتعدى أكثر من 1.5 مليار دولار نحو السوق الرسمية في الجزائر بينما تمتص السوق السوداء أكثر من 10 مليار دولار وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية سيعرض رجال الأعمال ذوي الأصول الجزائرية إقامة استثمارات حقيقية في بلدهم الأم وسيطالبون بفتح فروع بانكية للجزائر على أراضي فرنسا نحن نحن نتكلم على المنطقة بانكية الجزائرية في فرنسا سيطالبون بانكية الجزائرية في فرنسا على المنطقة بانكية الجزائرية في فرنسا نحن 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 في فرنسا وحسب أرقام قدمتها الغرفة الجزائرية الفرنسية يوجد مئات من الشركات التي أسسها أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا لوحدها غير أن حجم استغلال الجزائر لهذه القوة الاقتصادية لم يكن كبيراً